نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم ناليم بسم الله الرحمن الرحيم الآن نبدأ في جزئية الحرارة أو الساعة الحرارة الساعة الحرارية النوعية الساعة الحرارية النوعية قصده أنه لكل مادة على وجه الأرض مقدار معين من اكتساب الطاقة ثم تشبع هذه الأجسام أو الجزئات في هذه المادة من الطاقة طبعا طاقة معينة في بعض الأجسام تحتاج إلى درجة حرارة معينة حتى تبدأ بالانسهار وزي ما احنا عارفينه في الماء النقي عند درجة مية سيلزية يبدأ بالتحول من سائل إلى غاز أو بخار فالجسام والجسام وأي جسم موجود سواء كان خشب أو حديد أو بلاستيك أو ورق هو عبارة عن جزئات الجزئات هذه بينها فراغات الحرارة تملأ هذه الفراغات ثم تبدأ بالتحول من شكل إلى آخر فكلمة مفهوم الحرارة النوعية أو السعة السعة يعني المقدار السعة يعني المقدار مقدار الحرارة النوعية النوعية للمادة يعني الجسم يحتاج إلى درجة حرارة معينة حتى يبدأ بالتغير وبكالي باستناده إلى كلمة السعر الحرارة النوعية يعني يسم كيف تكتسب الحرارة عندنا العلبتين هذه الموجودة قدامنا هذه العلبة حجمها 450 جرام 450 جرام أو 422 ميلي زي ما هو مكتوب هنا هذا الجسم 170 جرام المقدار السعة يعني كلها الفل 170 جرام وهذه 450 جرام طيب مسألة السعة من المادة الأغرارة فيه مادة تمتلئ بسرعة يعني تحتلق بسرعة أو تكتسب طاقة بسرعة وفيه أي سام لا تحتاج إلى وقت حتى تبدأ بأصدار الحرارة السعر الحرارة السعر الحرارية النوعية طبعا كلمة نوعية يعني نوع الجسم طيب لأن فيه يعني بالنسبة للحرارة فيه اسماء كثير يعني فيه نوعية وفيه كامن وفيه نازل باقي لكن فيه عدة اسماء هذه اسماء الحرارة النوعية يعني يقول لك هذا الجسم شوف إذا أنا صبيته 170 وحيمتلي أكثر بمئة وسبعين حيبدأ إيش ينكبر وهذا يحتاج إلى أربعمائة وخمسين جرام حتى يمتلي وهذا يحتاج إلى مئة وسبعين فالجسام زي هذه تختلف فيه أي جسام تكتسب الحرارة بسرعة وفيه أي جسام تكتسب حرارة متأخرة زي الموية الموية تحتاج إلى أربعلاف ومئة وثمانين كيلو جول حتى تصبح إلى أقصى درجة حرارة يعني إلى أقصى حرارة وفيه أي جسام أخرى زي الميثانول يحتاج إلى 897 أو الألمنيوم 897 حتى يمتلي المقصد هنا الحرارة النوعية أن الجسم يصبح ساخن جدا إذا عطيها درجة حرارة عالية معينة وزي عندنا في الجسم هذا اللي هو الإبرة الإبرة الساعة حقتها تكفي 10 سنتيمتر تكفي 10 أكثر من 10 ما تكفي فلما أجي أسحب هنا لما أجي أعبي فيها الموية فهي تكتسب 10 سنتي من الموية يعني الكمية هذه هي الوحيدة اللي ممكن تستيع أن تستوعبها هذا الجسم أو هذا العنصر ترجمة نانسي قنقر